على مستوى الأمور المادية في اجتماعها هيتم يوم الأحد المقبل ما بين مجلس إدارة نادي الزمارك وما بين الشركة الرعية لنادي الزمارك هيتم خلالها الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالرعاية في الفترة المقبلة وكمان الحديث عن الفترة الحالية الزمارك ليه مستحقات بحسب ما أعلن تصل إلى 60 مليون جنيه عند الشركة الرعية فيحاول أنه يحصل على بعض هذه المستحقات عشان يساعد في مستحقات اللاعبين وعشان يساعد أيضا على بعض الغرامات اللي ممكن تكون عالقة مبارح رئيس الزمارك أستاذ مرتدى منصور قال أنه المهندساني أبو ريدا حل المشكلة وأنه لا قلق على مشاركة الزمارك في دوري أبطال أفريقيا أو على مستوى القيد لا نعرف ما هو الحل اللي تعمل لكن الأكيد أن دي مشكلة يعني عدم سداد الزمارك الفلوس بتاعت ماريت متحديدا لحد يوم 30 يونيو دي مشكلة حقيقية ما اعتقدش أنها ممكن تتحل كما كانت تحل الأندية المصرية سابقا بقى فيها شديد أكتر وكل سنة الكاف بيزود شدته ممكن يتجاوز في موضوع فريق السيدات ممكن يتجاوز في طريقة الملعب ممكن في الأمور الطبية لكن موضوع الرخصة أن هي متوقفة على قصة الغرامات المالية السنة دي فيها شوية شدة عما سبق وبالتالي مهم جدا أن الزمارك ما يحطش نفسه في قصة الغرامات اللي ممكن تؤدي إلى غياب قيد أو ممكن تؤدي إلى عدم مشاركة في دوري أبطال أفريقيا وإن كانت دي صعبة قوي أو مش منطقية على مستوى أن الزمارك ما يشاركش لكن في الآخر اللوايح بتقول كده فده المهم يعني على مستوى برضو بعض العروض فالزمارك بيفضل ما بين ثلاث شركات بعتت له عروض علشان ملابس الفريق ملابس فريق الكرة وملابس فريق أو الفرق الجماعية الأخرى الشركة الرعية الحالية للزمارك ما بتديش مكسب مادي للزمارك غير اللبس فالزمارك من خلال العروض المتاحة وربما عرض نفس الشركة الحالية هيشوف إيه العرض الأنسب وإيه العرض اللي ممكن يقدم للزمارك بعض المكاسب المادية في الفترة اللي جاية فبحيث أنه هو يستقر على أفضل هذه العروض عشان يزود يعني بعض المكاسب للفريق نهار دا الزمارك رجع للتدريبات فريرة بدأ يعلي الحمل البدني كان فيه تدريبات شقة خلالها كان فيه تدريبات جانبية لشيكابالا وأيمن حفني في الوقت اللي رجع فيه حمزة المسلوسي لفريق الزمارك بعد ما كان مع منتخب تونس لكن لم يشارك هناك كان عنده التوقف الكاحل قبل ما يسافر مباراة الإسماعيلي وهناك كان بيتأهل مع منتخب تونس فحصل حتى بعد عودته اجتماع مع أمير مرتضى منصور اتناقشه فيه مع بعض عن حالته وهو طم من أمير أنه الوضع بقى أحسن كتير وأنه حاسس أنه إصابته دي مش هتطول وأنه ممكن يكون مع الفريق في وقت قريب حازم إمامه محمد قناجم خده راحة من التدريبات النهاردة وكان الاتنين تعرضوا الإصابة في الماتش الودي اللي لعبوا الزمارك وكسبوا أمام فريق المصرية للاتصالات